موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم بسمك اللهم نمضي على طريقك فتبت اللهم أقدامنا على طريقك أهلا بكم لنستأنف السيرة في الطريق إلى الله ونتحدث عن التصوف ونماذج التصوف واليوم الحديث عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه أمير المؤمنين الخليفة الراشد الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم باب مدينة العلم قال أنا مدينة العلم وعلي بابها ومن أكابر الصحابة الكرام قدوة المتقين وزينة العارفين وولي الأتقياء وأتقى الأولياء ابن عم رسول الله وزوج فلدة كبده فاطمة الزهراء أبو الحسنين وزينب نغوص في سيرته وأخلاقه وأحواله وكلامه ونتعلم منها وذلك من خلال كتاب حلية الأولياء للإمام أبي نعيم الأصفهاني واسمحوا لي في البداية أن أرحب بصاحب الفضيلة الرسول الدكتور محمد مهنة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر مولانا أهلا بكم مرحبا أستاذ حسنين سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه أول ما تلقى بدأ التلقي على يد سيدنا صلى الله عليه وسلم ومننا عرفة وعلمة عرفة وعلمة نعم لذلك يعني حينما نسأل ونعرف نريد أن نتعرف على سيدنا الإمام علي كيف يكون التعريف به في البداية بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله في مبدأ كل أمر ومنتهى وبعد كما تفضلت سيدتك باب مدينة العلم وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين هكذا يعني وصفه النبي صلى الله عليه وسلم المنبئ عن حقائق التوحيد كما وصفه مولانا الإمام أبو نعيم الأصفهاني من أوصاف أوصاف هو أهل لها رضي الله عنه الذي تربى في حضن النبوة منذ صباح صحيح رضي الله عنه وأرضاه وله أوصاف تنبئ عن مقامات رفيعة لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه منها ما ورد عن سهل ابن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطينا هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبدأ الناس كلها تفكر يطره ومين هو لأعطينا الراية هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه والنبي لا ينطق عن الهوى يحب الله ورسوله ويحبه الله ويحبه الله ورسوله قال فبات الناس يدوكون يعني ايه يعني يدوكون يخمنوا بالبلد كده ويدوك يقول لك وقع الناس في دوكة اي في خوض واختلاط يطره هو ايه يخمنوا يعني هو مين يطره يعني تعلق الناس لكي يعرفوا من هو هذا باتوا ليلتهم يدوكون قال سيدنا نبأ منتظرين فالنبي قال ايه اين علي اين علي اه احب فارسلوا الي قال فأتي به قال يعني لما جي سيدنا علي قالوا يا رسول الله يشتكي من عينه يعني هو قال هاتو علي رضي الله عنه فلما جاء سيدنا علي فلما جه فقالوا يعني يشتكي من عينه ده فيه مرض او رمض او شيء من هذا القبيل في عينيه قال فبسق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ في ساعة برأ في الحال وسيدنا النبي طبعا اعطاه الراية وكأن لم يكن به وجع مجرد النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا فارئة من فوره اه كما يقولون وعطاه الراية اه ده يعني تشوف حضرتك تطبيق هذا الكلام ده ايه معناه يعني احنا ما منحكيش الحكاية او الرواية دي مناخدها على عواهنها كده كرواية وخلاص لا ده ده في الطريق الى الله وده مقام المراد في علم الحقيقة في علم الحقيقة ده مقام المراد مقام المراد مقام المراد ده اخر مراتب باب الاصول في الطريق الى الله فيه البدايات وفيه الابواب وفيه المعاملات وفيه الاخلاق وده باب الاصول باب الاصول ده بيجتمل على القصد العزم الإرادة يعني شوف يعني شوف الناس ما تعرفش إن ممكن يعني ما جان أفكرش أقول يعني إيه الفرق بين القصد والعزم يعني هو قصد شيء عزم عليه هل في فرق بين القصد والعزم في منازل السائرين الإرادة الأدب اليقين الأنس الذكر الفقر الغنى المراد آخر باب هو المراد في آخر مرتبة في باب في باب الأصول في منازل السائرين هو المراد الشيخ الهاروي رضي الله عنه في منازل السائرين بيستدل على هذا المقام بقول تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك يعني ومعناها إيه بيستدل يعني هو ده يعني الآية دي في النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مراداً لله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب أنت ما كنتش منتظر الكتاب ده ولا الوحي ده إلا رحمة من ربك لما جالك ده رحمة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مراداً لله عز وجل ومرشحاً لهذا المنصب للنبوة من غير عمل ولا رجاء منه وإنما بمحض بسابق ومحض الفضل بسابق عناية بمحض فضل سابق سابق بمحض فضل سابق من الله عز وجل قادي المراد عشان كده إيه أما تيجي تطبق مع سيدنا علي الرواية دي النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى هو يقول لأعطينا شوفوا التأكيد لأعطينا هذه الراية اليوم رجلاً يفتح الله عليه عشان كده الناس الصحابة يعني أخذوا باتوا يدوكون من؟ يعني يتسألون يتسألون ويخمنوا مين دا لربنا حيفتح عليه وهم دا النبي قال حيديله الرواية يفتح عليه بقى حيفتح له لا شك مين دا فإذا هو سيدنا علي ما كانش موجود وكل الناس يعني في روايات أخرى تطلعوا أما لو الرواية دي تبقى لي أنا كل واحد تطلع إلى هذا هو سيدنا علي مش موجود وهو عني بتوجعه عيام مش موجود هنا لكن هو مراد فقال له إيه هاتوا علي فلما جي سيدنا علي قالوا دا بشتك من عينيه فمجرد ما بسق في وجهه يعني صلى الله عليه وسلم فبرأك أن لم يكن به وجع قط أو مرض قط فهو دا المراد إن ما كانش دا يعني هو منتظر لكن دا هو إيه مش سعى إليه لكن هو وريد له فهو مراد وعشان كده بيجينا تأمل في تطبيق دي معنى الرواية هذا المقام اللي هو المراد دا غير مقام المريد عشان نشوف هذا الفرع اللي بيسعى للشيء دا المريد لكن المراد هو الذي وفق لهذا الشيء وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب فزي ما قلنا كما يقول السادة منهم من يصل بالكرامة ومنهم من يصل بالاستقامة ومنهم من يصل بالاستقامة يجتبي إليه من يشاء كرامة أيوة ويهدي إليه من ينيب استقامة استقامة هو من ينيب هنا سعى اكتهب فذا مريد التاني لكن الأول مراد المراد تسبق أنواره أنواره اكتهاده وسعيه أنواره بتسبق اكتهاده وجذبه وسلوكه يعني جذبه بيسبق السلوك بتاعه أنواره بتسبق المجاهدات بتاعه برضو زي ما نقول إياك نعبد وإياك نستعين بالضبط كده زي ما قلنا إياك نعبد استقامة استقامة وإياك نستعين دي كرامة لأنه يعني زي الحقيقة والشريعة بالضبط كده نظر إليها كحقيقة يعني والمريد يعني بيسبق تهاده أنواره عكسه ولذلك سيدنا من أعطاء الله في حكمة يقول قوم تسبق أنوارهم أذكارهم وقوم تسبق أذكارهم أنواره قوم استنارت قلوبهم فذكروا وقوم ذكروا فاستنارت قلوبهم التاني ده مريد ساعة فاستنار قلبه لكن الأول أصل قلبه منير استنار قلبه قوم استنارت قلوبهم فذكروا ده الزكر جاء الساعي جاء نتيجة إيه النور اللي موجود المراد واصل بمحض الاجتباء المراد واصل بمحض الاجتباء اكتباه ربه ربه والاستفاء لكن المريد مهدي بالإنابة والمجاهدة والعناء ده بز الجهد والعناء المراد محمول والمريد متحمل المريد بيتكلف ولذلك ايه أعباء التكاليف لكن التالي ترويح التعريف ما بيتكلفش ده هو أصلا فيه أنوار بتجذبه بتخليه ماشي ايه طاير اللي هو بالكرامة ده بالكرامة نعم نعم يحبهم ويحبونه ده مراد ده هو لولا أنه أحبهم ما أحبه فبيحبه أحبه يبقى بحبه أحب يبقى ده مراد لكن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني اللي اتباع حين مجاهدة يبقى ده مريد الأول مراد وده مريد وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى قُلْ لِي بس إنت إيه اللي مزع لك وَلَسَوْفَ أَحْنَكُ وَإِنَّا أَسْمَحَهَا بِالْبَسَاطَةِ دِي من الشيخنا قل لي بس إنت عاوز إيه وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أنا حدّيك لحد ما ترضى إنت قل لي بس عاوز إيه السيدة عائشة كتقول لسيدنا النبي إني أرى أن الله يسارع في هواك يا رسول الله في حين سيدنا موسى بقوله وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِ قَالَ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ده أنا اللي عجلت يعني هو عجل فقال له تيل جاء وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى هم أولئي على أثر وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى يبقى ده مريد يبقى الأول مراد والتاني مريد ألم نشرح لك صدرك ده مراد رب شرح لي صدري وَيَسْلْ لِي أَمْرِي مريد وَحْلُوا لَعْقُدَ تَمْلِسَانِي يعني إيه فده يعني المعنى الحقيقي للرواية عشان نفهم إن الروايات دي لها مقامات دي بيتعبر عن مقامات للسادة لما ييجي يقول يعني حاجة ما بقى ده ده مقام معين يعني تفرد به سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه يعني تلوقتي برضو عايز يعني كل ما عرفناه عن سيدنا علي ونتعرف على هذه الأحوال لما سيدنا النبي يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها كيف استحق سيدنا علي هذه المكانة هذا التشريف ومن ثم التكليف ما بين تشريف ومتكليف أصبح الإمام علي باب مدينة العلم نعم هو طبعا مقام العلم هو هنأتي إليه وحنشوف إن سيدنا علي أيضا كان متحققا بالعلم وهناك روايات أخرى وردت في حق سيدنا علي فيما يتعلق ببابل أو بمرتبة العلم ومرتبة العلم أيضا ومرتبة الحكمة لأنه هنلاقي حديث وروايات عن سيدنا علي ورضت في حق سيدنا علي إنه أيضا كان يعني متصفا بالحكمة هنشوف هذا الكلام نعم ولكن قبل أن نتكلم والعلم والحكمة كل هذه من أبواب تسمى الأودية هنتكلم عنها إن شاء الله لكن قبل ذلك أيضا ما الذي يسبق هذا الإيه إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصف سيدنا علي بالسيادة عن ابن أبي ليلى عن الحسن ابن علي رضي الله عنه سيدنا الحسن سيدنا علي ابن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو لي سيد العرب فقامت السيدة عائشة قالت ألست سيد العرب وبتقول للنبي صلى الله عليه وسلم وبقول ادعو لي سيد العرب بعدين فقالت السيدة عائشة ألست سيد العرب مش أنت رسول الله سيد العرب قال أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب أنا سيد ولد آدم أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب هنا لما جه يعني في هذه الرواية فلما جاء أرسل إلى الأنصار فأتوه فأتوه يعني أتوه النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لما بعد جاب سيدنا علي وبعد جاب الأنصار فجم فقال لهم يا معشر الأنصار ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا بعده أبدا أيوة قالوا بلى يا رسول الله قال هذا علي فأحبوه بحبي وأكرموه بكرامتي فإن جبريل أمرني بالذي قلت لكم من الله عز وجل ده أمر من الله وقول له كده فإن جبريل أمرني بالذي قلت له لكم من الله عز وجل ده أمر من الله تعالى الله يعني تسويد سيدنا علي ده عن السيادة ده أمر آه 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 اتباعه ومحبته وكرمه وتتمسكه به لن تضل لن تضلوا بعده أبدا ده بوحي آه آه دي المعنى آه هذا الوصف هذا الوصف وهذا الاتباع ده يدل على مقام سيدنا علي لأن هنا لما نيجي نتكلم في لفظ السيادة هنا لها معاني كثيرة حيعبر بقى عن معاني كثيرة وبقوله إيه يعني سيد العرب السيادة تعني معاني كثيرة منها الشريف والفاضل طبعا الربوبية ده الرب والملك ده خاص بالله تعالى لكن فيها معنى الشرف الشريف السيد والشريف هو الفاضل هو الحكيم هو المتحمل أذى قومه السيد عارف ليه؟ بيتحمل أذى قومه هو اللي بشيل عن الناس بشيل عن قومه الأذى ولذلك قلنا كثير من الآيات بيكون موجه فيها الخطاب لنا ولكن اللي بشيل عننا سبنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي بشيل عن الأمة صلى الله عليه وسلم وأيضا يقصد به الزوج والسيد الزوج سيد يقصد به في اللغة أيضا وفي الاصطلاح السيد اللي هو الزوج عشان كده كان زمان يقولك السيد أحمد عبدالجوات أيوة هذا الوصف اللي بيسبق الأسماء يعني من باب الإحرام فيه نوع من التشريب ويقصد به الرئيس والمقدم يعني الرئيس أو الشخص المقدم في قوم كل ذا يعني دي تجليات معنى السيادة أنا سيد ولدي آدم وعلي سيد العرب فاصل ونعود إليكم ابقوا معنا أهلا بحضراتكم وما أعذب الحديث وما أجمل الكلام عن سيدنا الإمام علي يعني كيف تجلت هذه المعاني من معنى كلمة السيادة نعم في الإمام علي نعم طبعا كما قلنا اللفظ السيادة يعني كل هذه الألفاظ الهروي يقول السيد سيدنا الإمام الهروي صاحب منازل السائلين السيد هو الذي يفوق قوم الذي يفوق قومه في الخير بيتجاوز بيفوق قوم بتاعه في الخير وقال غيره هو الذي يفزع إليه في الشدائد والنوائد يهرع إليه نستجد يفزع إليه نوائد والشدائد فيقوم بأمرهم ويتحمل عنهم الله ده اللي هو السيد يعني شاء الله خادم القوم سيدهم آه وبيدفع عنهم المكاره وكذا والبلاية إلى آخره ولذلك في قوله تعالى وسيدا وحصورا عن سيدنا إيه يحيى قال الدريس قال أبو العالية والربيع والسعيد بن جبير قال هو الحكيم سيدا وحصورا السيد هنا في قال يعني هو الحكيم وقال قتادة هو سيد في العلم وسيدا أي سيدا في العلم والعبادة لما نقول سيداتنا في العلم يعني هم علماؤنا هم الأكابة يعني كبيه ونسيد في العلم والعبادة سيدا في العلم والعبادة وسعيد بن المسيب بيقول في سيدا وأنه هو الفقيه العالم عشان كده بيقول سيدنا دايما نقول في الأدبيات العلمية في أزارنا الشريف سيدنا سيدنا جاي من هنا لأنه سيد في العلم يعني الفقيه العالم وفي عكرمة قال هو الذي لا يغلبه الغضب السيد ده هو اللي لا يغلبه الغضب يبقى يعني دايما ماسك نفسه الغضب ما يغلبهش أدي السيد لتغضب لك الجنة الحلم بكون ايه هو الغالب عليه وليس الغضب وقيل طبعا الحديث ورد يعني هو لما بقول ايه يعني نفسه بقول للأنصار ايه يا معشى الأنصار ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا نا وأشارة ها علي بن أبي طالب الله فهنا لأن دا يعني في إطار حديث آخر أو حديث أخرى بعضها وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله معني أبدا كتاب الله وعترتي وعطرتي وارواية تانية كتاب الله وسنتي أو كما قال آه فإذا كتاب الله وسنتي كتاب الله وعترتي علي بن أبي طالب يعني الأنصار ونمتمسكوا به لو تمسكتم بيلا تضلوا بعدها طب غير ما وصلوا بقى بحبه وكذا طبعا الروايات دي طبعا وردت اللي هي وعترتي رواية العترة وأيضا في رواية أخرى السقليني كتاب الله وعترتي وأيضا كتاب الله وسنتي وأهل بيتي عترتي أهل بيتي يرداني علي الحوض حتى يرداني لا يفترقان دي رواية وعد عن سيدنا أبي سعيد الخدري وزيد بن أبي أرقم وزيد بن سابت دي روايات كثيرة وردت في هذا الأمر وحديث السقليني كتاب الله وعترتي وطار بلفز كتاب الله وسنتي كما قلنا وده بيدل على أن إجماع العترة حجة كتاب الله وعترتي يعني إجماع عترة نبي حجة لكن سيد العترة هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويعني كتاب إجماع الأمة في كتاب الله بكتاب الله وسنة نبيه وعترة النبي صلى الله عليه وسلم وابن حجر الهيتمي بيقول الحاصل أن الحث وقع على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبالعلماء به من عترته صلى الله عليه وسلم وبالعلماء به العاملين به من عترته يعني إجماع يعني الحث وقع يعني النبي بيحثون على على التمسك بالكتاب والسنة والعلماء بالكتاب بهما بالكتاب والسنة العاملين بالكتاب والسنة من عترة النبي صلى الله عليه وسلم وده يدل على مقام أهل بيت النبي ومقام سيدنا علي في هذا الأمر الملة علي القاري ممكن تسمح لنا مع الأسوذة فاطمة والأسوذة أميمة الأسوذة فاطمة أهلا بيكي السلام عليكم يا قصير حافظ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلي يا فاند أهلا بيكي مولانا مع حضرتك اتفضلي إيه السؤال السؤال أيوة السؤال ده كان موضع لسيدنا محمد بقول لي يا طاز ما كان بقول لي يا عيال مجمد يا عيال مدسر وهو السؤال ده طاها هو لسيدنا محمد ولا هو ده كلام ربنا سبحانه وتعالى هل طاها من أسماء سيدنا هو ده السؤال أسماء سيدنا أيوة 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 حاضر يا أسئلة فاطمة في أسئلة تانية الدكتور محمد والله Quelle me hablaba أهلا بيكي أنت بصحة والسلام أنا عايزة أسئل حاجة بس إيه السؤال إحنا تسعى إخوات تسعى اخوات منهم واحد يعني ربنا يهديه وطبعا نمسك اختي شتمها وبنته شتمتها ومراته شتمتها واختي دي لحولها لها ولقوها مريضة شفاها الله وعفاها فقال لها حبت مش كويسة ما يفحش انها تتقال فهو دي بقتي كان بيكلم لنا فانا قطعت معك كلام بصراحة عما شتم اختي وبهتلى في الشارع فمش عايز يواجه اي حد ان نقول من اللي غسطان من اللي مش غلقان انا بس مش بعيد انا خايفة من حظة والله واذا فتر ارحمدي اطعاها مش كويس فربنا مش هيكون راضي علي فانا مش عايزة كده فانا اكلمه ولا ما كلمهش ودخل علينا ايام مفترضة حاضر حاضر يا اسزامي بشكرك شكرا جزيلا نرجع فضي الدكتور معايل اسس حسن عفوا اسس حسن اهلا بيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل سلام وظالمين بشعبان وربنا يبلغنا رمضان غير فقدين ولا مفقودين بحاجة سنة رصيدة اهلا الله عليك انا بس اريد انا نسأل سيدي الدكتور المحنة انا كل ما اسمع سيدنا ابو واكر الصديق او فعل واكر الحق بالخلافة اسمع سيدنا عمر هو حق بالخلافة سيدنا عثمان هو حق بالخلافة وذي وقت اسمع سيدنا يعني عليه سيدنا اللي هو سيد العرب فدي من اللي يوقع الإنسان في الفتنة وكلهم السيادنا وكلهم أستاذ أفاضي وكلهم يعني مباشرين بالجنة مش عارف يعني كثرة الأحاديث بفضل كل صحابي بفضل الخلافة الرسولين ليوقع الناس تبولي لحصل الخلافة يعني حاضر نعم يعني الأحاديث التي بتصدر فضائل الصحابة نعم لست محمد فضل لست محمد ألو طيب سنعود بعد ذلك لأي اتصالات هاتفية أهلا بكل اتصالاتكم الهاتفية نعم إذن في هذا في هذه الرواية اللي كلمة فيها عن سيدنا علي أنه هو ما انتمسكتم به للأنصار لن تضلوا بعده أبدا سيدنا الملة علي القاري يقول أهل البيت غالبا يكونون أعرف الناس بأهل البيت أهل البيت أعرف الناس بأهل البيت بالبيت غالبا يكونون أعرف بصاحب البيت بالبيت وبصاحبه صاحبه وهو سيدنا علي ده هو كان صاحب النبي منذ كان صبيا منذ أن أسلم أول من أسلم أول من أسلم آه من الصبيان من الصبيان نعم وكان مولانا الشيخ رح مطلع عليه يعني لما مرة شفت لقيت داخل المسجد لقيت يعني ناس طيبين بوسطاء قاعدين بيقرم القرآن والورد وأنا داخل والشيخ له كتابات في بناء المجتمع الرباني وفي كذا حاجات كبيرة فقلت في قلبي يعني هما دول الناس الشوات الطيبين البوسطاء دول هما اللي حيبنوا البناء العظيم والمجتمع الرباني اللي الشيخ بيقوله فكنت طالح ساعتها أشوفه فأول ما سلم علي قال لي إيه انت عارف أول جمعية في الإسلام يا محمد يا ولدي فانا استغربت سكت قال لي أيوة يا ابني أول جمعية في الإسلام كانت مكونة من خمسة خمسة بس بلال العبد علي الصبي أيوة خديجة المرأة أبو بكر الوحيد الحر وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يا ولدي هؤلاء الخمسة فقط بالصدق والإخلاص غيروا وكه الحضارة ووكه التاريخ ووكه الدنيا فليس الأمر بالقلة وإنما بالجد والإخلاص فدي رسالة الواحد اتربى وفهمها فالشاهد في الكلام إنه علي الصبي أه فيعني كان علي يعني ذكر من ضمن هؤلاء هؤلاء الخمسة يعني اللي أول كما رأيها الإمام الرائد أو الجمعية أيوة فهو أعلى من ناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم منذ صباه صحيح يعني إلى أن توفاه الله فهو أعالم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم الواقفون على طريقته ده كلام الشيخ ملا علي القاري المطلعون على سيرته الواقفون على طريقته العارفون بحكمه وحكمته العارفون بإيه بحكمه وحكمته ده كان سيدنا عمر لما احترف حاجة يقول له يا أبا الحسن وليس لها إلا ولا لها إلا أبا الحسن إلا أبا الحسن يقول له كذا يقول له الحل ولذلك سيدنا عمر يقول لو لاك لو لاك لهلك عمر يا أبا الحسن لو لا أبا الحسن لها لك عمر وهذا يصلح أن يكونوا مقابلاً لكتاب الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى ويعلمه الكتابة والحكمة لشان كده كتاب والسنة أو كتاب العترة أو كتاب الله وعلي ونخلق لكم ما أنتمسكتم بعلي لن تضلوا بعده اسمح لي مولانا معي بس لسيد محمد سيد محمد أهلاً بيك ألو؟ طيب حتى تعود طيب تفضل فإذاً ده يبين إلى أي مدى كان مقام سيدنا علي في هذا الأمر نأتي إلى رواية أخرى نقف عند هذه الرواية نخرج إلى فاصل ثم نعود نقرأ هذه الرواية ونتعرف أكثر وأكثر على أحوال الإمام علي التي استقاها مباشرة من سيدنا صلى الله عليه وسلم أهلاً بحضراتكم أولونا اسمح لي بعد أن أجدد ترحب بفضلتك أني معي اتصال تليفوني أستقبل اتصال تليفوني لسوز عبير يا وسوز عبير أهلاً بيكي سوز عبير طيب حتى تعود لسوز عبير اسمح لي طيب هي سبت سؤال في الكنترولون في الفاصل أني ابنها بيجذب عليها كتير وبتحاول معها مش عارفة تعمل معها أي طيب اسمح لي نجيب على أسئلة السادة المشاهدين وفي الحلقات القادمة سنتحدث أكثر وأكثر ونقف عند باب مدينة علمي سيدنا صلى الله عليه وسلم في سؤال جهة أسمح لي أبدأ بيه هو إذا كانت هناك أحاديث كثيرة عن فضائل الصحابة فلماذا تحدث أمور من قبيل الفتنة في هذا الصدد يعني إيه لا أظن أن ما نسمع فضائل سيدنا أبو بكر وهو حق بالخلافة نسمع فضائل سيدنا عمر وهو حق بالخلافة نسأل سيدنا علي هذا حق بالخلافة سيدنا عثمان أحق بالخلافة نعم وفي الحقيقة لا يثور يعني أو لا تثور هذه الهواجس إلا في قلب متعصب أيوة الحقيقة يعني لأن خلقني وخلق لي صحابة النبي صحيح اللي بقول كده صحابتي كالنجوم بعيه مهتديته مهتديته وأن كما أن الرسل والأنبياء لكل منهم خصائص معينة وعندنا من أصول يعني من عقائدنا آمن الرسول بما أنزل إليهم ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدهم الرسله ده كلهم يعني إيه رسل الله وأنبياء الله فهذا يعني التمايز بين الصحابة بخصائص لا يمنع أنهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وأننا نحبهم بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن بغض أو التقليل من شأن واحد منهم أو التعصب لواحد منهم على حساب الآخرين فهو هذا يكون من عدم الإيمان أيوة لأن في العقيدة عندنا منقول ليه؟ منقول أهل السنة والجماعة بناء على إيه؟ على ضوابط معينة من هذه الضوابط وأن نعتقد أن صحابة رسول الله صلى الله وسلم كلهم عدول وبالترتيب الذي ورد في خلافتهم يعني هم بترتيبهم وأفضليتهم أفضلية الصحابة بحسب ترتيبهم في الخلافة على ما وقع الأمر عليه تاريخيا وقع نعم ولأن كل واحد من هؤلاء كان له مميزات وسمات وخصائص قضية الخلافة دي ده الشغل ده بتاع الأمرات بتاعتنا نحن النفسية لكن هم يعني الفتن بتجنل من نقطة المرض النفس من هذا التعصب الأعمى الذي يسكن تلك القلوب المريضة هم ما كنوش بيبحثهم عن الرئاسة ولا الخلافة ده ده بالنسبة لهم يعني سيدنا عمر وهو بينتقل كما سمعنا في يعني في سيرته يقول يعني يا ليت أم عمر ما ولدت عمر يعني ليتني خرجت منها لا لي ولا علي وسيدنا أبو بكر وواي الأخير فإذا لابد أن نعلم أولاً أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول وأنهم كل من رسول الله ملتمس غرفاً من البحر أو رشف من الديمي لكن دول كانوا بغرفاً رشف بالنسبة للي بعدهم وقد ضعناً دي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم في المقام ولا يبلغ أحد ممن يأتي بعد مد واحد من الصحابة وأنه مقبلة المصدر يأتي بهم المصدر على طول نعم وأن التمايز بينهم إنما لخصائص خاصة بكل واحد فيهم لأن كلهم خصائص وكلهم ميزات وكلهم أوصاف يستمدونها من النبي صلى الله عليه وسلم لا يثور أمر الخلافة إلا لأهل الدنيا وأصحاب الدنيا اللي بتدور على الرئاسة والخلافة والكلام ده هؤلاء كانوا أهل آخرة وليسوا أهل دنيا ما كنوش بتدوره على الكلام الفارغ اللي احنا بيسوق أو يثور في أذهاننا أو في قلوبنا ودي إجابة السؤالة حسن بشكل واضح وفي كلام طبعا كتير في هذا ولكن ده مختصر لكن مختصر أن الوقت لا يسمع حقيقة طيب دلوقتي طاهة نعم في أول سورة طاهة هل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى دي طاهة هنا اسم الأسماء النبي أم من الحروف المقطعة في بداية السورة هو طبعا السادة الأهل التفسير تكلموا في طاهة وقال لها طبعا هناك أقوات كثيرة للعلماء منهم من قال أن طاهة معنى طأها طأ من الوطء يعني طأها ومنها أنها من الحروف المقطعة التي لها أسرار ومنها أنه اسم من أسماء النبي صلى الله طاهة كأنه الكتاب لسيد النبي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى في أقوال كثيرة في هذا منها هذا القول والعلم العالم هو الذي يجمع بين الأقوال ولا يفرق بينها العالم هو اللعلذي لديه القدرة على الجمع بين هذه الأقوال مدام هذه الأقوال معتبرة وتأتي من أكل العلم نعم والاختصاص طيب دلوقتي إخواتي في لي أخ يعني كما شرحت تعرض لأختي بهذا الشكل وخل أولاده يعني يتعرضوا ليها برضو فهي أفلت معاه يعني زعلت على أختها فبتقول دي هل دي من قبيل قطعة الرحم وماذا أفعل هو طبعا أحيانا أنت بتظهر الغضب في وجهه أو في لشخص من يخالف أو يرتكب معصية أو مخالفة للشرع أو كذا طبعا التفصيلات ما نعرفهاش لكن ده بيكون آخر حاجة يعني أنك أنت تغضب منه أو تعبس في وجهه أو تقاطعه آآ ليكون بنية إشعاره أن هناك خطأ آآ آآ وأن هناك معصية آآ لكن الأفضل أن لا يكون هذا يعني إيه؟ لأن طبعا قطع العموما حتى لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يعني مش كمن الأخ يعني فلكن آآ آآ إذا إحنا يعني أظهرنا للشخص الغضب لكي يعلم أنه على خطأ لعله يتذكر آآ أو يخشى آآ ده بس بهذه النية آآ آآ يبقى ده يعني مش حرام ولا شيء يعني هو المعاملة السلبية آآ آآ لكن ألا يتماد في هذا حتى لا يتحول إلى قطيعة يعني قطع رحم أو هجر لمسلم حتى على الأقل لا يجوز يعني طب اسمح لي استعرض جزء من المشكلة الأستاذ الكريمة على رضيتها هو هذا الأخ الذي تعرض فيه دقة واحدة تعرض لأختي بهذا الشكل وجعل أولاده يتعرضون لها بهذا الشكل السيء جدا وما أغضبها حقيقة ما أغضب هذه السيدة الكريمة طب يعني ماذا تقول لهذا الأخ يعني على أي على أسوأ الفروض في في بما حدث أحيانا والله طبعا آآ هو حضرتك آآ يعني الاعتداء على الأشخاص أيا كان يعني يعني يعتدي على إنسان ويظلمه ظلم الناس لبعضها البعض يعني بأي صورة من صور الظلم أو التعرض يعني وما ربك بظلام للعبيد وفيه منتقم جبار سبحانه وتعالى فالمفترض كمان إذا جاء الظلم من من يجب عليه أصلا الحماية يعني أخوه هو المفروض يحميها نقول السيد في قومه من؟ الكبير في العلمين صحيح اللي بيتحمل عن قومه صحيح اللي بيدرأ عنهم ويدفع عنهم البلاية والمحن هو الذي يقوم بحقهم وفضلهم كان سيدا في قومه العرب قديما كان يقولون كان سيدا في قومه ده بيؤثر على نفسه غيره هؤد السيد يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فالمفترض الأخ والسيد والكبير هو الذي يحمي أخواته ويقوم بحقهن وإلى آخر المفترض هذا يعني فلما تأتي منه النقيصة بتكون العقوبة أشد لأنه ليس الذنب في البعد كالذنب في القرب كلما كان مقتضى الوصف شيء معين إذا خرجت عن مقتضى الوصف بيكون الزنب زنبين يعني أخوة بيتعرض الأخوة بهذه القسوة بهذا الظلم يبقى الأمر هنا يعني الأمر جلل يعني كبير آه بيكون أشد طبعا وظلم ذو القربة أشد مضادة أو مرارة بالضبط كده طبعا فيه يعني يعني هذا لا يصح ولا يجوز طبعا فيه أشياء يعني عقوبته أشد يعني فنسأل الله لنا وله ولجميع الهداية يعني وأن يبصره بالصواب مولانا أسد الدكتور محمد مهن أستاذ الشريعة والقلوم بجامعة الأزهر شكر الله لكم دائما وغدا نستأنف السيرة في الطريق إلى الله لنقتفي أثر الإمام علي كرم الله وجه شكرا دمتم في رعاية الله وأمنه إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حيث اشتركوا في القناة المبكو ya